أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطية تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على دمة قضايا يجرى التقيق فيها من قبل نيابة واتصالا بذلك أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت في أنه في إطار التكلفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيا أمر المستشار المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على دمة قضايا يجرى التحقيق فيها من قبل نيابة وقد تعهد أهل طلاب وحديث السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر سعت إلى توظيف فترة رئاستها لتسريع وطيرة تنفيذ الأهداف التنموية للتحاد الإفريقي المتضمنة في أجندة 2063 جاء ذلك خلال الجلسة رفيعة المستوى الثانية التي عقدت تحت عنوان التحول الصناعي والتحديث الزراعة والتنمية الخضراء وأثمن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين عام 2021 والتي شددت على هدف قيادة الدول النامية لعمليات التنمية الاقتصادية وفقا لأولوياتها الوطنية كما أكد رئيس الوزراء على إشادة مصر بالمبادرات العشر التي أعلن عنها الرئيس الصيني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أجرى بدر عبد العاطي وزير خارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج اتصالا هاتفيا مع سيد كونستا جينوس كومبوس وزير خارجية قبرص وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي أكد نظيره القبرصي حرصا مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتجارية مع قبرص في مختلف المجالات وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين مع استمرار الدفع بالتعاون في ملف الطاقة للطابع الاستراتيجي وضف المتحدث بأن وزيري الخارجية أكد على حرصهما المشترك على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وطيرة العنف وعدم الاستقرار في منطقة ومواصلة الاتصالات بينهما للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أنه يتعين على إسرائيل وحركة حماس التوصل لحل القضايا المتبقية من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وأضاف أنه جرى التوافق على نحو 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن هناك قضايا بالغة الأهمية لا تزال عالقة بما في ذلك قضية محور فلاديلفيا ومشيرا إلى أن واشنطن ستطرح مزيدا من الأفكار على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل ملزمة بتمكينها من القيام بواجبها في قطاع غزة وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة استيفان ديجاريج أن إسرائيل لم تتواصل مع المنظمة بشأن رغبتها في تولي توزيع الغذاء في غزة مشددا على أن ونرواهي العمود الفقري لتوزيع المساعدات الصحية والغذائية والإنسانية في غزة ووصف ديجاريج الوضع الإنساني في غزة بأنه فوق الرهيب أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأولوية بالنسبة إلى موسكو تتمثل في السيطرة على منطقة دونباس الوقاعة في شرق أوكرانيا حيث يحرز الجيش الروسي تقدما ومن جهة أخرى أبدى بوتين استعداده لإجراء مفاوضات مع كييف على أساس المحادثات التي عقدت في ربيع عام 2022 إذ أرادت أوكرانيا ذلك وكان الرئيس الروسي وضع شرطا مسبقا قبل أي محادثات وهو أن تنسحب كييف بالكامل من هذه المناطق أكدت مصر والولايات المتحدة التزامة هما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون اقتصادي وتجاري التجاري جاء ذلك في البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية والصادر بشأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر ذكر البيان أن الدورة الثانية لللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين إن عقدت لمدة يومين بالعاصمة واشنطن وأضف البيان أن الجانبين أنجرية حوارا بناء حول أهمية الإصلاح الاقتصادي المنضبط وأهمية القطاع الخاص القوي والمبتكر لتحقيق النمو الاقتصادي النشط وارتكزت الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف ذات الأجر الجيد واختنام الفرص للتعاون الوثيق في التحول الرقمي ودعم أمن الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة استقبل محافظة البنك المركزي حسن عبد الله وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات وتنول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة وأن السوق المصري واعدة وتصخر بالفرص الإثثمارية مع التحسن في مناخ الإثثمار وتحقيق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية وجاء اللقاء على هامش مشاركة وزير المالية القطري في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته العادية في القاهرة